أكدت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثة أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة خفيفة لقوات وحدات حماية الشعب الكردية ما قد يؤدي لمزيد من الاضطرابات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قضية مكافحة الجماعة المتطرفة في سوريا أكد الميجور أدريان رانكين جالاوي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثة أن الجيش الأمريكي بدأ توزيع أسلحة خفيفة ومركبات على قوات وحدات حماية الشعب الكردية في داخل سوريا وذلك بهدف طرد الجماعات المتطرفة من مدينة الرقة معقلها الرئيسي في سوريا هذا وتعتبر تركيا قوات وحدات حماية الشعب الكردية فرعا لحزب العمار الكردستاني في سوريا والأخير يدرج كمنظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة وأوروبا غير أن الولايات المتحدة تعتقد أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية في داخل سوريا هي شريك في مكافعة الجماعات المتطرفة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بمثل هذه التصريحات خلال حملته الانتخابية يجب أن نستغل ونسلح الأكراد الذين يعتبرون أفضل المقاتلين وهم الأكثر ولاء لنا ويجب أن نتعاون معهم بشكل متزايد وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر أن ترامب أذن لوزارة الدفاع بتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتجاجه الشديد معاربا عن أمله في تصحيح الولايات المتحدة قرارها الخاطئ تحتاج الولايات المتحدة إلى حال قضية مكافعة لجماعات المتطرفة في ساحة المعركة على الفور إلا أن روت التركيا بشأن هذه الخطوة له تأثير أكبر على العلاقات الأمريكية تركيا فلا يمكن لتركيا أن تتسامح مع هذه الخطوة لأنها تعتقد أن تهديد الأكراد أكبر من جماعات المتطرفة وبالنسبة لخطوة الولايات المتحدة هذه قال وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو أمس الأربعة في مؤتمر صحفي إنها خطيرة للغاية دعين الولايات المتحدة إلى تصحيح هذا الخطأ وقال إن هذه القوات ستستخدم الأسلحة لشن هجمات ضد تركيا وكذلك الإنسانية جمعاء شكرا شكرا